السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أهلا وسهلا بجميع نصيحتي الأبدية أدعوا مهما كان كل شيء ضدكم وأيقنوا بالإجابة كرروا كلمة عظيمة وعظيمة جدا وهي لا حول ولا قوة إلا بالله بثقة أن من يستعين بالله لن يخيب أبدا أدعوا الله عز وجل بأسمائه الحسنى أدعوه باسمه الرحمن اسمه الرحيم اسمه الأعظم اللي هو الحي القيوم ذو جلالي والإكرام أو تروا في كل ليلة تصدقوا يوميا سترون العجب العجاب بإذن الله تعالى قبل أن أكمل إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة أتمنى منك الاشتراك ونشر رابط في مواقع التواصل الاجتماعي وهيا نكمل هذا الفيديو الرائع أيها الإخوة والأخوات نقول كما قال الشاعر تطوف بمذائق أخالها لا تنتهي فتنتهي بالحوقلة تطوف بمغالق أخالها لا تنتهي فتنتهي بالحوقلة يأتي إليك المستجير ماشيا وأنت يا ذا الجود تأتي هروا أكثر من الحوقلة أيها الإخوة والأخوات أكثر من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها والله وبالله وتالله كنز عظيم إذا كنت تشتكي من عسر وعدم توفيق في حياتك لا تعلم ما هو السبب ومن فهم الناس لك بالخطأ والناس يحملون تصرفاتك ما لا تحتمل فعليك بكلمات الافتقار إلى الله عز وجل في أمورك كلها وهي كلمات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الافتقار التام لله عز وجل أخي الكريم أختي الكريمة قولوا في دعائكم اللهم وفقني وسددني وألهمني رشدي وقني شر نفسي الأمر الذي أزداد يقينا به في كل مرة وهي أن الحوقل ألا وهي لا حول ولا قوة إلا بالله سلاح وارتياه هي الراحة هي السعادة فتستطيعين أيها الأخت التغلب على كل عتبات الحياة التي تواجهك وأنت تملكين أقوى سلاح وأنت تملك أقوى سلاح أخي كريم ما هو سلاحان الدعاء والحوقل روذ لسانك وروذي لسانك على تكرار هذه الكلمة العظيمة الطيبة ألا وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العليل قلها بقلب حاضر متفكر ستجد من آمانها ما يجلي مواطن خوفك ومن الطمأنينة ما يلملم ويجمع شتات قلبك ومن الفتح والتيسير ما يتعجب منه عقلك إنها كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العليل فيها تقريبا ست كلمات لكنها تعني الشيء العظيم تعني أنها كلمة الاستسلام لمن؟ للواحد القهار سبحانه عز وجل الاستسلام التام لله عز وجل وهي كلمة الثقة بالعزيز الغفار سبحانه عز وجل وهي كلمة التوكل على من يملك السمع والأبصار ما معناها؟ ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العليل معناها أيها الإخوة والأخوات ليس لديك أي شيء وعنده سبحانه كل شيء عنده سبحانه كل شيء سبحانه عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ ألست توقن أن الحال لا يمكن أن يتحول ويتبدل ويتغير إلا بحول الله وقوة الله؟ إذن فما الذي يقلقك أخي الكريم أخي المشاهد؟ ما الذي يقلقك أختي المشاهدة؟ فوالله ما داقت إلا لتفرج والله ما داقت إلا لتفرج ستفرج فرجا عظيما سيبهرك به صنيع الله عز وجل لك فالحوقلة أيها الإخوة والأخوات هي المفتاح لأبواب كثيرة قد تعسرت بحياتك حين تتجرد من قدرتك وتوكل سائر الأمر للقدير عز وجل بيقين تام أن لك أن تخيب وتذكر أنه بالصدق لا بالعدد قلها مرة واحدة بقلب يملأه الصدق ولا تقلها مئة مرة وألف مرة ومليون مرة وأنت لا تعقلها ولا تفهم معنىها أيها الإخوة والأخوات بعض الأحزان لا يكسرها إلا مدد وطلب المدد من الله عز وجل بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وبقية الأذكار ولا يضعف شوكتها إلا جبين يلامس الأرض ولك في ذكر الله عز وجل فرجا كبيرا فلا تنسوا ولا تترددوا أبدا في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سبحان الله وبحمده الله أكبر يعني أكثر من هذه الكنوز هذه كنوز هذه ليست أذكار فقط بل هي كنوز من الله عز وجل علينا بها الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر فيا أخي المشاهد أختي المشاهدة عندما يشتد الحزن أكثر وأكثري من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة تدبروا معناها لا حول يعني لا تغير ولا قوة إلا بالله العظيم فيها الإسعاد يعني السعادة وفيها الإمداد وفيها تفريج الكرة بالشداد وفيها تمام الإنقياد لمن؟ لرب العباد سبحانه وتعالى فقرة عين لمن صدق في قولها فلا بد أن نكون صادقين في قولها نتكلم الآن عن فضل الحوقلة ماذا تفعل الحوقلة؟ ما هو دور الحوقلة؟ الحوقلة أيها الإخوة والأخوات لها عدة أمور منها تفريج الهموم وانشراح الصدر وتيسير الأمور وتحقيق المعجزات المستحيلة والطمأنينة وراحة البال هذه مهمة راحة البال واستجابة الدعاء والرزق والذرية والنجاح والزواج وفيها الكثير والكثير من العجب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أكثروا منها وتأملوها ستجدون ثمارها بإذن الله تعالى فالحوقلة أيها المشاهد أخت المشاهدة مفتاح لكل باب مغلق رددوها وأكثروا منها أكثروا من هذه الكلمة من هذا الكنز العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله في الختام ألا أدلكم على فاتحة المغالق أجبوني ألا أدلكم على فاتحة المغالق أكثروا من الحوق أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترون العجب العجب من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بإذن الله تعالى سيزول همه وغمه إلى هنا أيها الإخوة والأخوات يكون قد انتهى فيديو اليوم إلى فيديو قادم بإذن الله تعالى إذا كنت قد وصلت معنا إلى هذه المرحلة من الفيديو فأتمنى منك أن تشترك معنا في هذه القناة وتدعمنا بالضغط والاشتراك وبالإعجاب وبالنشر الفيديو مع الأسرة ومع العائلة فإن هذا يدفعني لتقديم المزيد والمزيد في هذا الباب خاص بباب الاستغفار والصلاة الإبراهيمية والحوقلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر